ازايكم يا بنات عاملين ايه؟ تعالوا اوريكم اللوك الكامل اللي انا استخدمت فيه منتجات ميت سينما اللي تجنن اول حاجة اخدت بودر الحواجب وابتديت اطول حاجبيه من النهاية لان انا ما عنديش شعر في نهاية الحاجب وشوفوا قد ايه سلس وابتداري تشتغلي بيه بمنتهى السهولة بعد كده اخدت نقطة من الكنسيلر من ميت سينما وابتديت انضف تحت الحاجب اعلى حاجة في الكنسيلر ده ان القوام بتاعه بينشف وثابت وفول كوفريج يعني مستحيل يتحرك من على وشك على مدار اليوم بعد كده دمكت الكنسيلر تحت الحاجب وهبتدي دلوقتي اشتغل على البشرة البيبي كريم ده يا جماعة من ميت سينما رهيب رهيب زي ما انتوا شايفين كده فضيع فضيع خصوصا للبنات اللي بشرتها جفة زي في الشتاء يجنن شوفوا التخطية بتاعته يا جماعة التخطية بتاعته يعني بيديكي تخطية من غير ما تحس ان فيه طبقة مفيش طبقة نهائي على البشرة انا اعجبت بالبيبي كريم ده جدا لدرجة اني زي ما انتوا شايفين استخدمته ككونسيلر وبرضو طالع حلو جدا 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 ككونسيلر يعني ده من اكتر الحاجات اللي انا بحبها وبفضلها من ميت سينما شايفين دمجه سهله وسهلس ازاي على البشرة وبيدي تنوير يجنن ياريت يطلع فيه منه درجات كتير عشان كلكوا تجربوه بعد كده اخدت بالت الكنتور وبالت الكنتور عندهم نفس الموضوع بتندمك بسرعة جدا والدرجات اللي فيها تجنن وفيها اختيارات حلوة للناس البيضة وكمال للبنات الصمرة عملت برونزور كده على وشي رجعنا له الحيوية مرة تانية بعد كده هستخدم ورد الشفايف ده جماعة ده حاجة سحر زي ما انتم شايفين كده نقطة منه صغيرة جدا هتخلي خدودك حمراء طول اليوم مستحيل ما بيتحركش من مكانه وكمال انا حطته على الفاونديشن وشوفه شكله رائع ازاي بعد كده استخدمت اللوس باودر بتاعة ميت سينما تحت عناي عشان هسبت بيها الكنسيلر واقلل البلوش من بداية الخد بعد كده هستخدم الموبايد ده ده يا بنات كريم بيفتح بشكل مش طبيعي شايفين هاجيلكو دلوقتي بعد ما دمكتو كله على رقبتي يجنن يا بنات وسابت ووتر بروف خدت نقطة من الكنسيلر بتاع ميت سينما وهبتدي دلوقتي اعملها استخدمها كبرايمر قبل الاي شادو وهو الكنسيلر ده ينفع حلوة قوي قبل الاي شادو خدت درجة لون انتقالي وابتديت احدد بيها الكريس او اني افصل بيها جفن العين بتاعي عن الجفن السابت عن الجفن المتحرك لان انا عينية هودد اي يعني عيون مبطنة فلازم اعملها التريك دي بعد كده اخدت فرشة صغيرة وهبتدي اشتغل تحت العين بس اخدت بدرجة اغمى لا ده فوق العين سحبت الاول الخط ده وهرجع اسحابه لفوق تاني عشان ادي عينية الشكل اللوزي ويبقى شكلها مسحوب لفوق ومش باينة خالص ان هي مبطنة بعد كده اخدت اللون الاسود من الاي شادو برضو من مويت سينما وابتديت احدد او اكسف اللون في نهاية العين عشان تظهر ان هي مسحوبة وزي ما انتو شايفين اتسحبت بمنتهى السهولة بعد كده هاخد نفس درجة اللون البني وابدأ اقفل العين من تحت على الرموش السفلية اللوك ده سهل جدا وخطير لو جربته مش بياخد معاكم وقت خالص اقل من 10 دقايق وهكوني مخلصة اللوك كله وبعد كده اخدت اللون افتح وعملت نفخة للعين وهاخد دلوقتي الكمباكت باودر من مويت سينما وشوفوا قد ايه هي بتنظف خط الاي شادو وبتنور جدا جدا كمان تحت العين حطيت شوية منها كمان تحت العين دعمتلي الفاونديشن اللي انا حطاه وكأني بالزبط حطى كونسيلر من غير ما استخدم اي كونسيلر بعد كده تيجي بقى المسكرة العين كابوت دي فضيعة يا جماعة بتطول حلوة قوي يعني الناس اللي عايزة بس مسكرة تطول انصحكم بالمسكرة بتاعة العين كابوت دي من مويت سينما فضيعة يا جماعة بصوا قد ايه طولت رموشي والسواد بتاعها فاحم قد ايه انا اصلا من الناس اللي ما عندهاش رموش بس حبيتها وحبيت ان الفرشة بتاعتها سيليكون وبتكون فليكسبول كده على الرموش ركبت رموشي دلوقتي وهبدأ دلوقتي اعمل انرفي في مدمع العين هنعمل وينج بسيط بس خلي بالكوا الايلاينر ده من مويت سينما حلو بس مش هوتر بروف بعد كده اخدت الهايلايتر من مويت سينما وهحط منه شوية تحت حواجبي علشان ابرز العظمة اللي تحت الحاجب شوفوا اللمعة بتاعته تجنن ونورلي تحت الحاجب بشكل لطيف جدا هاخد من نفس الهايلايتر وهحطه تحت المدمع بتاع العين الحركة دي بتدي وسع جدا لعنيكي وانا بحبها قوي بعد كده هاخد من الهايلايتر وابدأ احط اخدت الشيد الاول مش ماشي معايا بعدين اخدت الشيد اللي ماشي معايا شوفوا يا جماعة جمال الهايلايتر كأنه مية على البشرة مستحيل تقولي ان ده هايلايتر عجبني جدا جدا كمان احط شوية على الدقن وعلى اعلى الخدود بعد كده هاخد البلاشر ده ده مجاي في بالت اي شادو كبيرة من مية سينما جواها بلاشر وهايلايتر واي شادو وشوفوا جمال البلاشر انا مش هتكلم يا جماعة طحفة وبيفضل ثابت معايا طول اليوم طبعا اللوك ده اصلا انا كنت خارجة به وفضل ثابت معايا لحد ما رجعت حددت شفافي ودلوقتي هياخد الليب جلوس من مية سينما عندهم ليب جلوس حرفيا يعني هو ليب جلوس بس بتخرجي بيه وبترجعي زي ما هو بالزبط شوفوا اللون والدرجة تجنن بعد كده هياخد نقطة كونسيلر بسيطة وحطها في النص في السنتر كده على الشفايف وهبدأ ادمجها واحدة واحدة بتفتح لي اللون درجة وبيديكي افكت كأنك عملتي امبري لبستيك شوفوا طلع طحفة وكده نبقى خلصنا اللوك وهاخد دلوقتي المخمرية الرهيبة دي من مية سينما دي مخمرية سيليكون يامنات يعني تقدري تستخدميها علشان رحتها الحلوة وكمان بترطب الايد والجسم حلوة قوي رحتها تجنن وبس كده خلصنا اللوك وكمان حطينا المخمرية من مية سينما ويا رب يكون اللوك عجبكم